في ضوء المفهوم السابق للمجتمع نلاحظ ما يلي أي مجتمع من المجتمعات البشرية يتكون من مجموعة من النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والدينية وغير ذلك هذه النظم تمارس حسب طبيعة كل نظام أدوارها في المجتمع وذلك من خلال ما يعرف بالمؤسسات الاجتماعية كما نلاحظ أيضا أن النظام التربوي يمارس دوره في المجتمع عن طريق مؤسساته التعليمية المختلفة من مدارس وجامعات أيضا نجد أن للنظام التربوي أهمية كبرى بين النظم الأخرى في المجتمع لأنه هو المسؤول عن تشكيل وإعداد الكوادر اللازمة للعمل في المؤسسات الأخرى وذلك في ضوء فلسفة المجتمع الذي يؤمن بها يتضح مما سبق أن التأثير بين طبيعة المجتمع والمنهج المدرسي كأحد عناصر النظام التربوي تأثير متبادل ومستمر فالمناهج المدرسية تخضع في جميع المراحل التعليمية لطبيعة المجتمع من حيث فلسفته وثقافته كما أنها تختلف من مجتمع لآخر بل قد تختلف المناهج المدرسية في المجتمع الواحد من فترة إلى أخرى من هنا تأتي أهمية الأساس الاجتماعي في بناء المناهج المدرسية اشتركوا في القناة